في لقاء اليوم الدكتورة نور مرتضى لم تكتفي بأن تتدرج في العلم إلى أن وصلت إلى درجة أستاذ مساعد ومساعد عميد البحث العلمي في جامعة العلوم وتكنولوجيا بل آثرت على نفسها إلا أن تقدم ما يفيد البشرية فاجتهدت وطورت أجهزة خاصة بطب الأسنان وصناعتها عن طريق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الإنجاز وعن واقع البحث العلمين الصديفة الدكتورة نور مرتضى دكتورة نور صباح الخير صباح النور أحسن يعني بداية كيف طوعت التكنولوجيا والطباعة ثلاثية الأبعاد وأدخلتها في مجال صناعة الأسنان طبعا هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا متقدمة وحديثة وهي ليست جديدة وإنما يتم استخدامها في الصناعة لكن تطبيقها في مجالات الطب وطب الأسنان هي الشغلة الجديدة نعم طب يعني دكتورة الطابعة ثلاثية الأبعاد شفناها يمكن قرأنا عنها ممكن مش كثير متداولة بالأردن صح تستخدم هي ممكن مواد بلاستيكية أو مواد معدنية في الرسم الشكل المطلوب منها كيف ممكن نستفيد منها بالأسنان؟ شو اللي تتصار بالضبط عليها؟ طبعا ثلاثية الأبعاد هي الميزة اللي المعروفة عنها بتقدر تصنع أي شكل معقد بحيث يكون في تجاويف أو ساينسز أو هولز يعني أي شكل معقد فأنا استخدمتها لعمل أجهزة تقويم أسنان والمعروف أن أجهزة التقويم هي أجهزة معقدة فيها أجزاء معمولة من الكلاس بات اللي هي كلاس بمعناها مصنوعة من المعدن وأجزاء تانية مصنوعة من البلاستيك ففي طبعات ثلاثة الأبعاد مختلفة يعني أنواع تصنع أشياء من المعدن أشياء من البلاستيك فكانت تطبيقها التكنولوجيا وفهم مفهومها وكيف استخدامها في هذه الأجهزة لم تكن عمل أي سهل أبدا واشتغلت على هذا الموضوع مدلات الزيق بين ثمان سنين عم بشتغل على هذا الموضوع ثمان سنوات وأنت بتحاولي الدخلي تكنولوجيا الطباعة وثلاثة الأبعاد بموضوع التقويم الأسنان وصناعة الأجهزة الخاصة بالتقويم أنا عم بستخدمها في أجهزة التقويم المتحركة والتي عادة تشبه كثير مثل أسلاك هي بتنحط على الأسنان لتقويمها لتزبيط تقويم الأسنان إذا كانت في أماكن مش مية بالمية خلينا نحكي شو الفرق بين خلينا نسميها التقليد الصناعة التقليدية أو الصناعة القديمة كيف متداول صناعة هاي التقويمات شو الفرق بينها وبين لما صرت أنا أستخدمها أو أصنعها أصممها عن طريق الطابعة الثلاثة الأبعاد الطريقة التقليدية كانت عن طريق أنه المريض بيجي على طبيب الأسنان بأخذ له طبعة سنية وبتنصب هاي الطبعة السنية على شكل قالب وبتوصلها للمختبر والمختبر بصير يشتغلها باليدين خلنا نحكي نعم بزي بعمل بندنج للأسلاق يعني يطعج الأسلاق أو بحرك معروف شغل يدوي كان شغل يدوي فهاي لكن الطريقة الثلاثة الأبعاد هي بتعتمد كثير على استخدام الكمبيوتر بشكل أساسي بتتكون من ثلاث مراحل أول مرحلة لازم نأخذ الصورة لفم المريض باستخدام ماسحة ضوئية إما ماسحة ضوئية داخل الفم أو عن طريق ماسحة ضوئية من نصور القالب طبعا أنا الطريقة دكتورة نور طريقة أخذ الشكل تبع الأسنان التقليدي عند الطبيب انتهى بالزبط نعم فأنا اعتمدت كثير أو ركزت على استخدام الطابعة الفموية داخل الفم لأخذ صورة لفم المريض وهذه الصورة تنتقل إلكترونيا لأنه هذه العملية كلها ديجيتال من سمها رقمية تنتقل عن طريق الإيميل ونحن هلأ بعصر التكنولوجيا الكل بحب يكون من بيته يشتغل ما في داعي يعني توصله المعلومات أو صورة المريض هو بالمختبر ما في داعي لشخص ممكن ينقل الطبعة من طبيب الأسنان إلى مختبر الأسنان فمتنتقل إلكترونيا فيه لازم يكون الشخص اللي بيشتغل اللي بتوصله هذه الصورة عنده طبعا خبرة واسعة في استخدام الكمبيوتر أو السوفتوير السوفتوير طبعا هو خاص لطب الأسنان بقدر يستخدم تولز في يعني أوبشنز أو يصمم شكل ممكن يصمم شكل الأسنان باستخدام آيكونز باستخدام أدوات معينة داخل السوفتوير بتساعده في تصميم هذه الجهزة السنية وبعدين النهاية المرحلة الثالثة بعد ما يخلص كل التصميم السني لازم ينتقل بكبسة واحدة طبعا إلى جهاز طبعا ثلاثية الأبعاد اللي بتصنع هذا الجهاز السني طبعا هون الحلو بالموضوع أنه كل شي بنتقل ديجيتال مو ضروري أنه في إشي فيزيكال يمسكه يعني لا تنمسوه الأيدي خلا نحكيها وممكن طبيب الأسنان ينقل هاي الصورة للمختبر بالإيميل نفس الشي فن الأسنان ممكن نقل التصميم للشخص اللي عنده هاي الماكينة أو الجهاز عن طريق الإيميل فما في داعي كل واحد يكون عنده الأجهزة الثلاثة لأنها نوعا ما مكلفة بالبداية لكن كل واحد ممكن يتشارك بهذه الأجهزة وينجز العمل على التنوجة يعني معروف للمعظم اللي يشاهدون أنه تغيرت الطريقة التقليدية في أخذ صورة الأسنان ويمكن في أشغال يدوية وصب السن ونجرب وزبطه شوي ومش زابط هلأ صارت الأمور مية بالمية يعطيني أبعاد قياسات المطلوبة حسب شكل الأسنان بفم المريض قديش هذا الموضوع قابل للتطبيق طبعا الموضوع هلأ عم بوخ ضج كبير صباحا طبعا في عالمنا طبعا تحدينا في أمريكا وبريطانيا أنا درست في بريطانيا على هذا الموضوع قبل أربع سنين يعني فكانت هي معروفة بشكل واسع ومطبقة فأنا حبيت أستخدم هاي التكنولوجيا وأجيبها على الأردن وأحكي عنها كتير أول شيء بالبداية واجهت أنه ما في حدا كان كتير بعرف عنها لكن هلأ من وجودي بعدين جميع العلم التكنولوجيا دعمتني في بحث علمي لهذا الجهاز وهلأ عم من ندرب الفني الأسنان وعضائي التدريس وكمان الطلاب نستخدمه للبحوث والتدريس كمان هي الحلوة بالموضوع بالطابعة ثلاثية الأبعاد إنها فيها دقة فيها دقة عالية فكل ما إحنا معروف كل ما زادت طول المدة في عملية تحضير أي شيء كل ما زاد المدة بزيد مجال الخطأ لكن في هذه التكنولوجيا اللي بروسس أو الخطوات قليلة ثلاث خطوات فقط وبالتالي مجال الخطأ بيكون أقل طبعا هذا بيعتمد كتير على نوع الأجهزة المستخدمة كل ما كانت الأجهزة خلانا نحكي بدقة عالية خلانا نحكي أكيد ممكن تكون حسب الهدف اللي بدنا إياه مثلا الأجهزة التقويم ممكن في دقة مسموح بها ما لازم ننزل عنها فبالتالي حتطلع لنا أجهزة دقيقة وهذا الشيء كمان بيساعدنا إنه ما في داعي نظلنا نحتفظ بقوالب المرضى في عنا في غرفنا في غرف مثلا المختبر نحب تلك الأراضي تزداد أسعارها فما في داعي نظلنا نخزن قوالب المرضى لأنه بالعادة لازم نخزنها لمدة سنة فما في داعي نخزنها بالتالي هذا يحافظ على المساحة كل شيء يتخزن عن طريق الكمبيوتر طريقة إنه استعادة الصورة تحت المريض بتكون سهلة إما عن طريق تاريخ الميلاد أو اسم المريض وبالتالي على سبيل المثال إذا هذا المريض ضيع هذا الجهاز بسهولة عن طريق كبسة واحدة منعطي أمر من الكمبيوتر طريقة ثلاثة الأبعاد ترجع تطبعه مرة ثانية وهيك المريض بقدر يأخذ الجهاز بأي وقت في حال كسره أو صار أي ظرف سيء فما في داعي نعيد كل الخطوات من البداية دكتورة نور في فترة بحثنا ودراستنا للموضوع وإدخال هذه التكنولوجيا طرينا نعدل على الطابعات ثلاثية الأبعاد يعني حتى نقدر نطوعها وتشتغل للشغل اللي نحن بدنيا واللي هي كانت جاهزة مباشرة للعمل اللي هي كانت طبعا هي فيه كانت أجهزة معروفة لكن لهندسة خليني نحكيها نعم فبالتالي نحكي عن هندسة ما نحكي عن مجسمات كبيرة نحكي عن مواد لا تصلح أنها تضع في فهم المريض لكن مع التقدم خلنا نحكي بآخر عشر سنين عمالها بتطور أجهزة طابعة ثلاثية الأبعاد من ناحية ما عم تطلع أجهزة دقة أكثر مثلا طب الأسنان أكيد إشينا نحطه داخل ثمنا فمنا مثل السن تختلف عن جهاز سيارة مثلا نعم ومتنعمل بنفس الطريقة طابعة ثلاثية الأبعاد أكيد هناك مواصفات للمواد طبعا كانت بالبداية المشكلة ما فيه مواد سيف أو آمنة أنها تنحط على الأنسجة الفموية لكن هلأ أعمالها تطلع مواد أنها آمنة وأنا عم بشتغل طبعا بحوث على هاي الأمور استخدام مواد نشوف هل مدى ملأمتها داخل فم المريض وإذا كانت هل هي آمنة أم غير آمنة لأنه إذا كانت غير آمنة صراحة حتى لو كانت التكنولوجيا متطورة وممكن استخدامها نظريا لا يمكن استخدامها عمليا فإحنا منحكي أنه الحمد لله يعني المطورين للمواد عمالهم عم بشتغلوا على هاي القضية وعم تطلع مواد في مادة البيك ومادة البيكتون هذون مواد آمنة تنحط داخل فم المريض موجودة بالأردن هاي المواد؟ موجودين طبعا أكيد فيه ناس بيستوردوها من بره وبيجيبوها وصارت يعني متوافرة نعم يعني صار في حالة وإحنا عملنا لها بجهاز التقويم عن طريق الطابعة ثلاثة الأبعاد نعم أنا صار في عنا حالة أنا جبت مريض وأخذت له نفس الشي بالمسحة الضوئية اللي هي صورته وعملت له جهاز تقويم أسنان متحرك هو مثبت من سمي المستخدم وبعد مرحلة التقويم ريتينر بالإنجليش وطبب لبسنا للمريض والمريض كان كثير مرتاح عليه واستخدمنا أدوات طبعا آمنة فيه نعم طيب دكتورة نور يعني وأنتي مساعد عميد البحث العلمي في الجامعة العلوم التكنولوجيا قديش عمادة البحث العلمي بتلعب دور في دعم الشباب من طلاب الجامعة وممكن من أعضاء هي التدريس في الأبحاث العلمية طبعا عمادة البحث العلمي في جامعة العمل التكنولوجيا طوان عميدها دكتور أستاذ الدكتور غسان تشطوش بهجرة تحية اليوم طبعا هو ندعم بنسبة كبيرة كل مشاريع أو مخترحات أعضائية التدريس وطلاب الماجستر وطلاب الدراسات العليا كل دكتور بيطلع له تقريبا بقيمة 30 ألف كحد أقصى كأسر كحد أقل شيء أدل وممكن إذا بيحتاج مشاريع تانية يتم دعمه بمبلغ أكبر حسب المشروع طبعا طبعا عميد البحث العلمي كريمي بهذا المجال إنها بتشجع للإبداع والتمييز وكمان ندعم طلاب الدراسات العليا بقيمة مبلغ بين 6 إلى 7 ألاف وهذا الشيء يساعد طالب الماجستر إنه يعمل مشروع يبين وبناء عليه تم عقد مؤتمر أبل أسبوعين بين عمادة البحث العلمي وطلاب الدراسات العليا عشان نشوف شو المشاريع كيف تم استغلال هذه الدعم المالي اللي يأخذوه من عمادة البحث العلمي يعني أكيد الدعم المادي لا يخفى أحد إنه مهم جدا في تطبيق أفكار العلمية والإبداعية لشبابنا يعني بدي أشكرك دكتور نور مرتضة شكرا جزيلا لوجودك معنا نتمنى لك كل التوفيق في كل الأبحاث اللي بتقومي فيها وإن شاء الله أنه نشوفها قريبا في عيادات الأسنان في الأردن شكرا أهلا وسهلا شكرا أصدفاتكم